طلابي أحبائي أسعد الله أوقاتكم ها نحن نذهب في جولة جديدة حول مهارات الأسبوع الرابع لمادة اللغة العربية للصف الثالث في هذا الأسبوع سيتم التركيز على مهارات اللغة العربية وهي المقراءة والمحادثة والاستماع والكتابة والتعبير مادة اللغة العربية تم التركيز فيها على المهارات سنقوم في هذا الأسبوع يا أحبائي بقراءة درس الطفلة والقمر وحل تدريبات الدرس والتركيز على أهم المهارات التي تم إعطاؤها مسبقا من اللام الشمسية واللام القمرية وهمزة الوصل وهمزة القطع وحروف الجار وضمائر المتكلم والتاء المربوطة والهاء المربوطة كما سيتم التركيز على علامات الترقيم أيضا يا أحبائي في هذا الأسبوع سيتم قراءة قصيدة أنا إنسان وتحليل القصيدة وحل الأسئلة التابعة لهذه القصيدة في هذا الأسبوع يا أحبائي يوجد لدينا تقييم الإملاء سنقوم بقراءة فقرة الإملاء من كتيب الإملاء وقراءتها عدة مرات من قبل الطلبة والتعرف على أهم المهارات الندريبية الموجودة في هذه الفقرة أيضا سنقوم بتدرب على كتابتها عدة مرات في كتيب الإملاء وعلى دفتر النسخ أيضا يا أحبائي سيتم التركيز على مهارة القراءة وهناك لدينا تقييم للقراءة سيكون يوم الأربعاء من خلال الطفلة والقمر وقصيدة أنا إنسان سيتم التدرب على القراءة والكتابة الإملائية بشكل يومي أيضا يا أحبائي سيكون لدينا تقييم للقراءة ووضع علامة على القراءة النص الشعري وقراءة النص المكتوب من درس الطفلة والقمر سنقوم يا أحبائي في هذا الأسبوع بزيارة المكتبة واستعارة قصة أيضا سنقوم يا أحبائي هذا الأسبوع بالتركيز على كاتب الشهر وهو زكريا تامر من خلال قراءة قصة بعنوان الشمس حكما سنقوم بتحليل شخصية القصة والتعرف على العقدة والحل وكتابة ملخص عن القصة مع الرسم طلابي أحبائي أشكر لكم حسن استماعكم وإلى اللقاء